في الرياضة المغربية سنقف على أن حفيظ العلاوي ثالث مغربي يتوج على المستوى العالمي بعد نوال المتوكل وسعيد عوطع كل في تخصصه نجح بجدية الأبطال في وضع البيطانغ المغربي ضمن المصافي الأولى من خلال تتويجه ببطولة العالم ثلاث مرات إنه حفيظ العلاوي لكل واحد منهم حكاية وأصل حكاية بداية الرحلة تأخذكم لعوالم ودروب مثيرة والفكرة تدعوكم لاكتشاف مواهب كثيرة نجم الأحياء لأن المواهب تستحق أن تظهر منافسة الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية بعد تلقيه الهزيم الأولى المغرب التتواني يسعى إلى استعادة التوازن أمام ضيفه الفتح الرباطي مباراة تتابعونها مباشرة الاثنين على الساعة السابعة مساء المترجم للقناة ويلاس عمي بمثوركس هذا الشكل آخر يا تاقيع تاقيع قولي هاك سمتعوا بالوصفة الغنية ديال القفرة تاقيع قولي المغتاش بكاكل حلي موسيقى 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 إذن لحظت فقط وستعطى طريقة الجولة الثانية لحظت فقط وسنعيش السيناريو المترقب والمتوقع والذي من المفروض أنه يقدم أهداف لأنه الأهداف مطلوبة ومطلوبة بشكل كبير في هذه المقابلة الهامة بين فريق المغرب الرياضي الفاسي ونجلب من الجماهير الفاسية التي تتابع عن كتب أطوار هذه المقابلة وتواكب لقاء هذا اليوم طبعا أتت إلى هنا إلى المركب الكبير بمدينة فرس رغم الطقس البارد نوعا ما وأتوا لمعاينة ومتمعات هذه المباراة إذن نحظت فقط وسنعيش غمار الجولة الثانية ملطوط نتمنى أنه يكون أفضل يكون أحسن في الوقت اللي غد يكون هنا اللي كانت تغيير في سهو فريق المغرب الرياضي الفاسي متوقع أنه يدخل أرضيات الملعب سعيد حموني يكون مكان عماد مسمي صورة ذكر بأنه إلياس المحاف والي يخرج في الجولة الأولى ودخل مكانه سوفيان طلالة وابتلي تغيير عين في سهو فريق المغرب الرياضي الفاسي جانب من الجماهير التي تتابع عن كتب هذه المواجهة الجماهير للفريق المغرب الرياضي الفاسي هذه الصورة عامة هذه الجماهير كرة أمامية تحذير بالرأس اعتماد على الكرات في الخط الأمامي وعلى الهجبات اللي ممكن أن أتقدم جديد كرة أمامية محاولة من جنب عناصر فريق المغرب الرياضي فاسي فرصة 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 كين تسلل يقول الحاكم المساعد هناك تسلل طبعاً في المحاولة الهجومية الباضية والبحث للوصول للكرة داخل منطقة العمليات ضربة مرمى إذن لعمر الحواصلي استحداد لتنفيذ هذه الكرة محاولة مامية بالرأس فرصة عديدة متواصلة وننترقب كيف ستكون الأمور من يتراصل يتمكن من كسب الرهان الأبرز هذه المقابلة القوية في أخير مطاف هي مقابلة 3 نقاط من سيتمكن من كسبها لا أكيد أنه سيفوز ب3 نقاط غالية ومهمة كرة أمامية تحذير بحث عن الفرص في الخطر الأمامية من موسى تيغانا موسى 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 قبلها يعني لم أعطيتش مردود كبير لم أعطيتش حضور إيجابي بشكل مميز ما زال كنشاهده تكافؤ السلبي سفر مقابل سفر كرة من جديد دافتش العياطي يبحث على التمرير في الخطر الأمامية عناصر فريق المغرب الرياضي للأفاسي كرة أمامية محاولة وشمية داخل منطقة عملية فرصة ولكن هناك تغطية من جلب الدفاع دفاع النادي القنيطر الذي يبعد مشموعة ملكورات يتحمل عمق المقابلة بشكل كبير حوالة للمرور ضغط من جنم عناصر فريق المغرب الرياضي بدون تعليمات شارل روسلي كانت الضغط في الخطر الأمامي والبحث على القرات المناسبة لتقديم طبعا مردود أفضل ندي أكبر كرة أمامية مرور ممتاز الأخذ والهات ضعت الكرة مشاهدت بهذه الطريقة مباشرة لزكريه جيلالي ضعت منه الكرة الاعتماد على ألف عمر سو الذي يعود للخلف للقيام للتغطية الدفاعية على الصورة ألف عمر سو برسم يبدو أنه بطيء صراحة لا يوجد فعالية لا يوجد سرعة في تنفيذ عملية تصويبة حتى الحلول الفردية مفقودة الوقت الخاص يكون أفضل يكون أحسن هنا تعليمات المدربين يبدو أن تتدخل صحيح أنه المغرب الرياضي فاسي مر بمجموعة من المباريات العصيبة يجير وقت للمجازفة في خطر المهمة والمحنة لا الأهداف والأهداف تقدم النقاط نفس الأمر للنادي القنيطري هي مباراة لكسب ثلاث نقاط فرما لا تكون ثلاث نقاط نبي فاس في تسلل ورجوع للتسلل ورجوع من حالة تسلل ورجوع من حالة تسلل واضحة عملية الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كورام العوبة الآن في الخط المامي وحاول من جديد لعناصر فريق النادي القنيتاري وحاول من جديد لعناصر فريق النادي القنيتاري اشتركوا في القناة كورام العوبة الآن على مستوى خط الوسط لصرح ناصر فريق النادي القنيتاري محاولات مستمرة متواصلة رغبة كبيرة لكن وصول الكورام لمرمى الطرفي معه فيبدو امر صعب وصعب جدا اعتقد انها مباراة اخطاء مباراة هدف وحيد مباراة ابعاد الكورا وبالتالي كونش ما خطأ يستفد منه الخصم وغير ذلك فاعتقد انه امر نوعا ما صعب كورامامية محاولات البناء الهجومي مجل يمنى حارس في المكان مناسب خروبه الان في المكان مناسب وحتى الاخطاء يكونوا قلال ضربة خطاء لصالح فريق المغرب الرياضي الفاسي ووضح انه خلف الكورا سيكون لعب سوفيان طلال سوفيان طلال حوار مع الحكام مصطفى عليش ضربة خطاء بخير بخير ومتعدش خلف الكورا بشكل كبير وبالتالي ربما تكون تمريرها في العم تمريرها في العم كورام العوبة بالرأس شات الجال يسرى عند اردوان كاروي من العماصر مضيء صفوا فريق النادي قونيتري بالجولة الأولى كورام العوبة الآن لصرق فريق المغرب الرياضي الفاسي امامية بالرأس محاولة ممتازة والحارس في الماكة المناسب ارتقاء مهم وجيد جدا للعب موسى تيغانا نكر بأن وجوج ديالتغييرها تفصوه فريق المغرب الرياضي الفاسي إلياس المحاف غادر ارضية من عبو عماد موسمي كورام العوبة بادي الطريقة كانت خطيرة كانت خطيرة على المرمى هذه الحارس الخير الحارس الخربي يعسين الخربي يعني خلال اللقطة المادية كان يمكنه أن يعكر الصف والمدرب شار روسلي وايضا الجمهير المصاوية المتابعة لأطوار هذه الموجهة كورا أمامية تحديد من سعيد حموني فرصة لانسلال مر سعيد حموني ولكن كورا بقتل الخلف موسيقى 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 كورا أمامية دايما مجلد ليس الحمصر فريق مغرب الريالي الفاسي موسيقى 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 من رأس من جديد كين كين صعوبة في القيام بالحملات بشكل مطلوبة لكرة يصار حناصر فريق النادي القنيتري صوبة تمس صعوبة واضحة وكبيرة مشت مباشرة صوبة تمس حولها تعديدة مستمرة الفعالية الفعالية غائبة بشكل واضح تحذير مش فيك ترجع الخطة الدفاع رجعت من جديد لعناصر فريق المغرب ريالي فاسي سوفيان طلال مباشرة افتجاد ثم السيني كيف كنشاهدوه بشكل غريب محاولات الطريقة للنعب فممكن نقول منه توضح بأنها الصهراء جديد لعناصر فريق النادي القنيتري حكم يقول مكيش هناك خطأ جديد لعناصر فريق المغرب ريالي فاسي جديد لعناصر فريق المغرب ريالي فاسي عن طريق نعياتي نعياتي جديد لعناصر فريق المغرب ريالي فاسي جليسرى حموني تمرين داخل منطقة العمليات وزاوية لصالح ناصر فريق المغرب ريالي فاسي محاولات مستمرة متواصلة فعالية وفقودها تماما كرة معوبة حكم يعلن ضربة مرمانة كرة المادية غادرت من خلف وفوق الخط الخط الأخير للملعب محاولة ايضا في الخط رمامي مجديد لعناصر فريق مجدد لعناصر فريق النادي قليطري محاولة ممتازة مجدد لعناصر فريق المغرب ريالي فاسي مجدد لعناصر فريق المغرب ريالي فاسي بخط الأمام الممتازة افتشار سوفيان طلال يبحث عن مرور أمام ملاعبين اثنين يرواغ يخذ الوقت الكافي يبحث عن مراوغة داخل منطقة العملية ضعف القرى ضعف القرى لسوفيان طلال الواجم الذي يبحث على اللبنة الأخيرة المناسبة لشانه من الجماعير الفاسية التي تتابع عن كتاب هذه المقابلة شاهدنا محاولة فرصة 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 داخل منطقة العمليات ولكن هناك التغطية من جانب طرعا دفاع يعني مقابلة بهذه الأسلوب بهذه الطريقة دفاع ما كانت مقاشة بمستوى الكبير لكن كانت منه انها تكون أفضل وأحسن لان هدفكم كان في الشوالي الصورة كان يحرر المقابلة بغضو كل تقاء حد كنا نشاهد مقابلة أفضل وأحسن فريق يريد ان يضاعف الغلاء وفريق يريد ان يعادل الكفاوت تليك ان يكون لقاء مغاير تماما عكسة لتنشدون ان لمحاولة فرصة حيستيقان او لكن الحكم المساعد يعلن اشتركوا في القناة 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 تسرع يجب مرتد مداد فرصة 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 للأخضر القنيطري وحاول المرور لكن يكون هناك خطاع بعي طيل لاستخلص الكرة ويبحث الانطلاق الأمامية ابتهز جدا هذه الكرة فرصة افتيش موسى تيغانا ضعت منه الكرة ضعت منه الكرة جماعة مرتدة متواصلة بين الطرفين لكن الفعالية غائبة سفر مقابل سفر لازلت هذه النتيجة تخيم على الجو العام لهذه المباراة وماما دوديانك سقط على أرضية الملعب وتغير في صوف فريق المغرب الرياضي فاسع بالهادي حنحول يستعيد لدخول مكان اللعب الذي يصيب منذ رحضات سعيد حموني الذي دخل في الجولة التانية طبعا كبديل للعب عماد موسني شهدونال موسى تيغانا الذي فقد التركيز وضعت منه الكرة الأخيرة في الهجمة الأمامية من جانب عناصر فريق فريق المغرب الرياضي الفاسع وضعت منك دخل في العبادة كرة مباشرة لديه الحرس موسيقى ترجمة نانسي قنقر قولةah ركز نانه هذا الوقت امرش! سوف يSaveونه عدم отыضونها قصط الانتغيير مرتقب في صحو فريق النادي القونيتري اشتركوا في القناة 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 وفرص ساعمة لبناء الهجمات الجماعة لازلت تشجع إلى آخر رماق وفعالية يبدو أنها مستمرة ومتواصلة ولكنها مباشرة إلى خارج حضية الملعب لم يكن قول بأنه كان محاولات ولكن الفعالية غائبة تماما فعالية غائبة تماما ذكر بأنه كان تغيير في سفو فريق الذي يقول أنه ترهي سيسكو أو سيكو تراوري غادر رقعة ملعبه وروزان نارباري الفابا يدخل لأرضية الملعب في الوقت الذي انتهت تغييرات فريق المغرب الرياضي الفاسي بثلاث تغييرات الياس المحاف عماد موسمي وإذن ساعد حمومني الذي كان دخل مكان عماد موسمي غادر أضريات الملعب وترك مكانه اللي عملها دي حالحول وقابلها عادية جدا بجو بارد ما كنش النوكة المطلوبة صراحة نتمنى أن الأمور تحسن وتصبح أحسن وأحسن أنه المباراة والتوابل للمباراة والأهداف والمحاولات الناجحة والمحاولات التي تقدم الفرص ولمتزا ورامبية ولكن كان خطأ كل حكام خطأ كرة ملعوبة بخطة الوساط هامامية تجاهب ثلاث نوصير يحاول يوصل للكرة ماخرجاتش ممتاز يحافظ على الكرة دي الوم من جديدة لسلح فريق المغرب الريادي الفاسي هكذا يدخل كيقول زاوية ويعطي كرة العناصر الفريق الفاسي إذن كرة علي المغرب الريادي الفاسي يلا الشباب لا لا الندي قونيطري ولا المغرب الريادي الفاسي خاص تحرك خاص البحث على الهداف كرة بالعوبة فرصة بالرأس مشات مباشرة الصوب ضربة مرمى إلى خارج أرضية الملعب لا جديد لا جديد يذكر لا قديمة يعان تحذير مشات مباشرة من جل يمنى زاكرية الهلالي الهلالي مكينش تفهم مكينش تفهم سو تفهم معياطي نحاول خط عن الدفاع تحذير على الطيف البحث عن الهجمات بالجل يمنى نعمل العروسي بزاكرية الإسماعيدي وعلى الطيف نصير بسماء مهمة في الدفاع الفريق المغرب الريادي الفاسي عياطي نمامية ترجع من جديد لعنصر الفريق النادي اللي قوني طيري حاولت المرور بادل السلوب فيها شجاعة فيها شجاعة تغيير استعادة لدخول لأرضية الملعب عبد الرحيم أبو الباش وسيغادر رقعة الملعب اللعب رشيد بروس القيدوم والعميد يغادر رقعة الملعب في هذه اللحظات إذن ضربة خطأ لعنصر فريق النادي قوني طريق حاول للضغط داخل منطقة العملية خروج الحارس خروبي في المكان المناسب ممتاز اختيار الجال لا يمنى كنقول بينه غياب بام عمار أهجدوا لحبين مؤتلين صراحة لحبين اللي عندهم مكان هديرهم في صهو فريق المغرب الريادي الفاسي أيضا اضطر في المردود العام لهذه المواجهة سروج سيمير مالكويت متابع عدوك حاول أمامية تغطية جديدة لصراح فريق النادي قوني طريق برباش برباش اياه طريق مناج اليوسرى ممو مجموعة من اللعبين تمريرا ممراش بالشكل مطلوب رجعت من جديد للقيام بالخط أو بالمهام الدفاعية في خط الوسط مشهة عند اللعب تحذير مباشرة كرة ممتازة فرصة داخل منطقة العمليات عبدالي حلحول عبدالي حلحول كان قريب من كرة ممتازة وانه كان تحذير مميز من جانب موسى تيغانا بشامل انجال يومنا عبدالي حلحول من الجال يسر السخر سرقرة وحوالات عديدة وعربعة العقفة اللي جمكنهم من ولول في رقعة الملعب كرة مجديد ملعوبة لصالح فريق المغرب الرياضي الفاسي وحوالات الميناء الوجوم يجدون موسى تيغانا فرصة مواتية لفريق المغرب الرياضي الفاسي ولكن الوجوم يعني ممكن نقول بين وجود لعبين تائهين وسط خمسة ديال المدفعين أمر صعب تحذير الآن رجعت الكرة من جديد عن العياطي العياطي تغيير كلي خط الوسط يشراك خليد كركيش ناصيري العروسي كرة مامية ضعت رجعت عندها برباش بنفس الوسو بنفس طريقة كين تسلون كين تسلون واجهة لا تزال حتى هذه اللحظة تعيش على إقاع الصفر مقابل الصفر كأنه سيناريو يتشدد بعد مباراة يوم أمس لوسيكا والحيساكور أمامية فرصة ممتازة فرصة ممتازة كان بالإمكان استغلال هذه المحاولة من جنب المواجم موسى تيغانا ولكن تألق واضح وكبير للحارس سابدر رحمان الحواصي الذي تمكن من إنقاذ مرمى وإنشاد اللقطة محاولة ممتازة كان بإمكانه موسى تيغانا يوصل الكرة وأكيد أنه يوصل الكرة ولكن الحارس الذي كان في تموضع مميز وتمكن من إبعاد الكرة الأخيرة إذن النتيجة المسجلة صفر مقابل صفر شارل روسلي مع المدير أو الكاتب الإداري الفريق المغرب ريادي الفاسي العمول عموما شارل روسلي عنده الآن امتحان أيضا قوي بعد الموبرى الأولى ماما فتح ريادي رباطي الآن يستقبل داخل قواعده أمام مناصره وقت لشهدنا منذ لحظات سعيد الحموني الذي خرج متأثرا بإصابة طفيفة لأنه ما تكونش مؤثرة بشكل كبير تماثل عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي تماثل عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي تمني لأن المقابلة تكون شو آخر اللي هو البحث عن الأداف والمحاولات المتواصلة غير منقطعة مثل هذه نشاهدوا أداف نشاهدوا محاولات نشاهدوا فرص نقدر ما تسجلش الأداف ولكن على الأقل محاولات على الأقل كين اللاعبين يبحثون للوصول للمرمى وبتالي الرغبة جامحة دربة مرمى تنفذ هذه كرة التماث مباشرة وحاولة من جديد زكري إسماعيلي عاممية برس نصري العياطي في نزل كوراديلو بكل سلسة لعفرق المغرب رياد الفاسي ساقط على عضية ملعب عند عبلادي حلحول تمنى أن الإصابة ما تكون شماترة يعني الإصابات نوعا ما تجعل الإقاع يتكسر الخارق الوزني كنقول بأنه يسير للخروج بأقل خسائر ممكن وأحسن ما يمكن يخرج به يعني نادي خارج قواعد هو تعادل لجماهير الفاسية المتابعة المواكبة لأطوار هذه المقابلة من البوابة رقم 18 الفوتال تيغرس إلترا الحاضرة لمستند فريق المغرب ريالي الفاسي تذكر يعني مليا صراحة نهائي كأس الاتحاد الافريقي حينما كنت هنا بهذا المكان وعنق المقابلة النهائية ماما النادي الافريقي كيف كانت الاجواء مختلفة كانت الاجواء صراحة مثيرة وكان الحضور جماهيري كبير وكبير جدا دور جمهور دور مهم البعض يعتبروا رقم 12 يعتبروا رقم 1 لأنه يبقى المساند يبقى الحاضر بقوة وتبعد الكرة الأمامية فرصة داخل منطقة العمليات تنعي طيب الرأس من تابيش أن الكرة مشيت معها في نفس النسق في نفس الجهة كرة رجعت من جديد لعناصر فريق المغرب الريالي الفاسي الأقرب حتى هذه اللحظة للتديف على اعتبار المحاولات المسترسلة المتواصلة برباش يستخلص الكرة كانت مطولة الأمام ومتالف قدر الكرة جهت كرة من جديد بعيد إلى خارج أرضية الملعب آخر خمس دقائق على نهاية الوقت القانوني للجولة التانية والمباركة كل في انتدار معرفة كم سيديف الحكام كوقت بدل ضائع على اعتبار أنه كان هناك سقوط لمجموعة من لعبين على مستوى رقعة الملعب التانية وقدر الوقت بدل ضائع بأربع دقائق على الأقل ثلاث أربع دقائق هذه ربما تكون حاضرة في مخيلة وفي العداد للساعة الثانية للحكام الحكام السيد مصطفى عليش الذي قال مباراة اليوم باقتدار كرة من جديد من موسى تيغانالي حلحول منح الحل فرصة ممتازة هذه فرصة لا تعود لا تعود لا تعود لقطة تسجيل الأدف من جانب فريق المغرب الرياضي الفاسع عن طريق محمد أنس التكنوتي شوف الطريقة بشات الكرة بهذه الطريقة داخل منطقات العمليات بشكل مميز تصويب برجل اليسرى لم تكن يعني في الشباك بل كانت قريبة وقريبة جدا وهذه محاولة من جديد عن مستوى خطر وسط لمست يد اليابرباش كانت واضحة الحكام يقول مخالفة يلا الشباب نشاهدوا على الأقل سرعة في اللعب لا من جانب النادي القريط ولا من جانب فريق المغرب الرياضي الفاسع المطلوب الآن لا من الأخيرة أن تكون أفضل أن تكون أحسن ومن سيسجل من يات وراء سيسجل في الأربع دقيقة الأخيرة وسيتمكن من كسب المقابلة كأن الضرب القادية هذه كورمان العياطي مشيت للدفاع تحذير من سوفيان طلل تصويب مباشرة ولكن إلى خير شرطية المنعب برجل يسارية ولكن لم تكن مؤطرة بالشكل المناسب صوب المرمى مرمى الحارس عبد الرحمن الحواصي دعونا الصورة سوفيان طلل كورة مامية سبعة وثمانين دقيقة سبعة وثمانين دقيقة ثلاثة دقيقة على نهاية الوقت القانون المواجهة من يخطئ سيتحمل عبء المقابلة ككل من يخطئ سيتحمل ما قدمته هذه المواجهة في تسعين دقيقة ككل وانتابع هذا الكورمان المامية المطولة للفريق القنيطري للنادي القنيطري للكاك القادم من دفاع سبو لزاوية والجماعير القنيطرية تشجع تواكب الحدث تشجيع غير منقطع تامنة وتمنون الضقيقة تامنة وتمنون تخلص هذه المباراة من عقم التهديف هدف أول يحضر في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء شوف الطريقة كانت منالك أخطاع لمستوى بعد الكورة داخل منطقة عمليات والأكيد كل المناطق بمدينة القنيطر الآن بسعادة انطلاق من أولاد وشيء من الخبازات من الفورات من غيرها من المناطق المستندة والمتابعة المواكبة للنادي للنادي القنيطر ودي حصر أكيد أنها كبيرة وكبيرة جدا للمص للمغرب الرياضي الفاسي لمن يعاينون حال المغرب الرياضي الفاسي أكيد أنه أمر لا يصدق أمر لا يصدق في آخر اللحظات في آخر اللحظات يأتي هدف يأتي هدف وبهذه الطريقة ومن خطى دفاعه كما قلت مباراة الهدايا صراحة الهدف هدف واحد مقابل لشيء هل هو للمص هل هو للكاك لا ندري أتى في آخر مطاف هدف من خطى دفاع على مستوى التغطية لم يأتي بمجهود فردي على مستوى البناء على مستوى التكوين الحملة الهجومية لكن هتا من خلال هذه الطريقة التي شاهدناها منذ لحظات واحدة سفر الآن يعني تغيرت الموازين اختلفت الأمور وأصبحت المقابلة الآن في نسق آخر كورة من عبنان في خطة الأمامي آخر اللحظات كورة مامية مشات الكورة من جديد والواضح أن المساجن لعب داد مرماء وخالد كريكش للمس الكورة الأخيرة ودخلت للشباك هذه فقط معلومة عن مساجن الهدف في لحظة كان بالإمكان أن نشاهد تغطية جيدة للقطة الماضية وبطاقة صفراء في هذه اللحظات تشهر في حق لعب فريق النادي القنعتري بيلالة الصوفي ثلاثة يلقق سيتعرف على الوقت بدل ضعع لضيف الحكم الرابع في الوقت اللي كينة أجمة مرتدة مضادة من جلب أبرباش ينطلق من الجال يسرى يبحث عن الانطلاق يبحث عن المرور دعنت منه الكورة مشات للخروبي مشات للخروبي يبحث الآن على كورة مامية رجعت من جديد لعناصر فريق للمغرب الرياضي الفاسي للمغرب الرياضي الفاسي حاولت مستمر أحياء مدينة القنيط ركيد منتعشة بهذا الهدف الذي شادناه منذ لحظات في حين نحياء مدينة فاس بأبواب مدينة فاس باب بجلود باب وابواب 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 وكيد الكل يعين الكل يتابع والكل يريد المغرب الرياضي الفاسي يكون حاضر بقوة يبدو أنه لذي المرة داخل القواعد وستيقر بالرأس يهي لمن فين كيح الحول فين كيح الحول وضع الحلول في كورة مامية غابت التقطية وغابت أيضا منها التصويب المباشرة مشيت من طلال من سوفيان طلال في التشارعياتي تقطية من دفاع الفريق القنيطري الآن يرجع القنيطرة للتقطية الدفاعية يأمنوا الهدف يأمنوا الهدف سيكونوا أقرب به كثير للانتصار لكن فريق المغرب الرياضي فاسي مطالب ما عنده ما يخسر يلعب الكورة الواقعية في الخطة الأمامية يبحث للتسجيل التصويب عن بعد مشاهدناش كخيار مشاهدناش كخيار يعني من الخيارات المهمة في هذه المباراة طبعا ممكن نقول بأنه الأمور تسير بنكت الهدف واحد مقابل أشياء هدف واحد مقابل أشياء ولو أمكن من زمناء يقدمونا فقط لعادة نتعرف على هوية آخر لعب لمسر كورا هل كان هدف داخل ضد المرمى شار روسلي نذكر بأنه مباراة المقابلة يعني في بلوكها وفي لحظة حاسمة حاسمة جدا ديانج على الصورة ما مادر ديانج كان في الخطة الأمامي واللي يكمل الكورا في تصويبها قوية كورا مش ليد ليس سالح فريقا دي قنات نشوف الأخطاء شوف الأخطاء في الدفاع أخطاء بالجملة في دفاع فريق المغرب الريادي الفاس بشات من جديد لمحاولة في البناء الوجومي صافرة في هذه اللحظات تنهي تفاصيل المباراة تنهي تفاصيل المباراة وبالتالي يفقد شار روسلي النقطة الثالثة الثانية على التوالي بعد المباراة الأولى مما الفتح الريادي رباطي ولمباراة من فريق النادي القنطري عبدالخالق اللوزلي هو المدرب الذي يفاص في هذه المواجهة مشاهد الكرام مقابلة كرة قوية واما بين الطرفين شكرا على حسن تتبعكم ومعاينتكم لأطور هذه المقابلة ألقاكم بإذن الله في قدم المواجهات هدف وحيد لفريق النادي القنطري على حساب فريق البغرب الريفاسي إلى اللقاء اشتركوا في القناة سعيد 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 صيدي بعض من المنزل المتعاعدة السعيد منافسة الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية بعد تلقيه الهزيمة الأولى المغرب التطواني يسعى إلى استعادة التوازن أمام ضيفه الفتح الرباطي مباراة تتابعونها مباشرة الاثنين على الساعة السابعة مساء حصيلة الأسبوع ترصد وتواكب النسخة الثالثة من البطولة الاحترافية روبرتاجات كواليس المباريات صخب الملاعب وسط المدرجات نقربكم من استعدادات ونتائج المنتخبات الوطنية حصيلة الأسبوع تتابعونها مساء كل أحد بداية ساعة التاسعة مباشرة على قناة الرياضية مكناس تحتضن الحدث الأفريقية كأسو أفريقيا للأندي البطلة في كرة السلة السيدات على قناة الرياضية من 22 من وامبر إلى الفتح من دجمبر تلتقون مع مواكبة خاصة للحدة الأفريقية لكل واحد منهم حكاية وأصل الحكاية بداية الرحلة تأخذكم لعوالم ودروب مثيرة والفكرة تدعوكم لاكتشاف مواهب كثيرة نجم الأحياء لأن المواهب تستحق أن تظهر في عالم كرة القدم لا يمكن تصور اللعبة من دون حكم وللحكم قانون وسلطة تقديرية قد يصيب فيها وقد يخطئ وبين الاختيارين قد يسقط في فخ الجدل ولفرز الخطأ من الصواب ورفع اللبس عن هذا الجدل نتيح لك عزيزي المشاهد فرصة أن تكون أنت الحكم من خلال برنامج الحكم الآخر المترجم الىogen اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة